اشتركوا في القناة والهندوراس والبانما والباراقواي والبيرو اكدت اعترافها ودعمها الكامل لرئيس الجمعية الوطنية خوانغويدو الذي تولى منصب رئيس بالنيابة لجمهورية فنزويلا هذه دول اعربت ايضا عن دعمها لبداية عملية الانتقال الديمقراطي في فنزويلا في اطار دستورها من اجل اجراء انتخابات جديدة في اقرب وقت ممكن بمشاركة جميع الفاعلين السياسيين واحترام الضمانات والمعايير الدولية اللازمة للسلم والامن كما ادنت مجموعة ليما العنف في فنزويلا وشددت على ضمان السيادة القانون والحقوق الاساسية المواطنين والسلم الاجتماعي خلال الفترة الانتقالية مؤكدة قرارها مواصلة دعمها بقوة استعادة الديمقراطية في هذا البلد الجنوب امريكي في اجل قرارها امتشترك في الانتقال الانتقال لحد الانتقال الانتقال لجلسيون امتش تقاضي